نالي رقم 18 بالقاسم الجب رقم 4 وسط محمد المجبري وعلى بركة الله تنطلق المباراة مشاهدين الكرام في هولة الكرات جديد كورة الفريق الاتحاد المسراتي بالقاسم الجب فتح اللعب في الجاعة اليمنى باتجاه نبيل خضري لمسات بين هذو اللاعبين كورة من جديد فريق الاتحاد المسراتي تعود من حالة الصدد دفاعي في مرة أولى في مرة تانية تم الإبعاد تلعب الكورة في منصف النيدان متابعة موجودة ضغط منذ انطلاقة هذا اللقاء بين الفريقين بالنسبة لفريق الشط يريد العودة في هذا الجدول الكورة لمساحت فريق الشط والتقدم في تغيير مكانه في الجدول لترتيب المجموعة الثانية دي كورة سهلة في الناحية اليمنى الشعافي مرمو الأول وتاني يساو فرصة فرصة خطيرة جدا بدني حارس مرمو يكسب خطة في هذه اللحظات نتكلم عن أبرز غيبات فريق الاتحاد المسراتي غياب باللاعب محمد غومة هذا اللقاء الغلطه بورطة كورة فرصة ما استحت فريق الاتحاد المسراتي الكورة اللي ما استحت فريق الشط متابعة لي كانت موجودة وحتى لقاء الله اللعب المحترف في صفوف فريق الاتحاد المسراتي يعتبر من أكثر اللاعبين من الناحية الهجومية كورة ممتازة لفريق الاتحاد المسراتي أولا دفلك مشاهدين الكرام هدف أول لمساحت فريق الاتحاد المسراتي فريق الاتحاد المسراتي كورة ريعة من لعب فريق الاتحاد المسراتي كورة ممتازة جدا لاحظ اللعبة اللقاء دي كورة من جديد مسعاد فريق المسراتي فرصة تصوير يسوي بها فريق والمدني في المتابعة أيوب أمار يتابع كورة تسطيل الشعافي الشعافي يلعب كورة طويلة بتجاه نبيل الخضري رؤيت الشعافي فرصة خطيرة والبعاد ممتاز من لعب فريق الشط محمد الدكالي والبعاد متابعة موجودة لعصية لعب فريق الشط كورة من جديد لمحمد الدكالي يسقط حكم لقاية تسبقية اللعب كورة تصوير الشعافي في الناحية اليومنا الباحث عن مساندة يلعب كورة فرصة ممتازة لفريق الاتحاد المسراتي فرصة ممتازة فرصة تاني والمدني ببراعة في هذا اللقاء هذه اللقطات اللعادة باتجاه الشعافي الشعافي لعب من اللعبين مميزين في هذا اللقاء فرصة ممتازة هدف تاني هدف تاني مشاهدين الكرام عن طريق نفس اللعب معتز المعروف ياد شباك فريق الشط في هذا الشوط لاحظ لقطة تلعادة شكرا للمخرج اختراق دفاعي كان متميز من لعب فريق الاتحاد المسراتي السلسة والأروع من لعب الشعافي وامكانيات اللعب معتز المعروف يسجل تاني هدف اللقاء